نبدأ اليوم العمل بقرار البنك المركزي الأردني بتخفيض الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار ربع نقطة مئوية في خفض يعتبر الثاني خلال هذا العام استنادا إلى تطورات العالمية وتخفيض الفيدرالي الأمريكي الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الثانية في غضون شهرين وفي تتبع لقرارات البنك المركزي منذ العام 2017 نجد أن البنك اتخذ أربعة قرارات باتجاه رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية حيث كان أول قرار في شهر شباط بواقع خمسين نقطة أساس ثم تم رفعها بواقع خمس وعشرين نقطة أساس ثلاث مرات على مدى ثلاثة أشهر أخرها في شهر كانون الأول وفي العام 2018 وصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع خمس وعشرين نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية على مدار أربعة أشهر أخرها شهر كانون الأول من ذات العام وخلال العام الحالي خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين الأولى كانت في شهر أب بواقع خمس وعشرين نقطة أساس على إثر تخفيض البنك المركزي الأمريكي الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية منذ الأزمة المالية العالمية ليعاود المركزي الأردني إعلان تخفيض أسعار الفائدة مرة ثانية بواقع خمس وعشرين نقطة مئوية فور إصدار المركزي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة لطمأنة الأسواق في مواجهة الشكوك التي تحيط بالتجارة والاقتصاد العالميين شكرا